قيتنا اليوم بش تمس الناس الكل للأم للباب للخول الصغير اللي تبيع الأحصية الحكاية مش تولي غناية موسيقى موسيقى يا ريت الوقت رجعنا للعيلة وناسي وجيراني سيدي والأمي ما تشمعنا أخوتي وأخواتي وخلاني موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بالطريقة هذي قصوهم بطروف ممشي صغير برشا معنى بالحجم هذي مش نوريكم اكزامبر متاع واحدة كيفاش نجمو نعملوها ثلان نجمو نخذو اول حاجة نحطو كعبة توماتسو غيز ومن بعد نحطو الهنى الجيج نحطو الفلفل نحطو مرة اخر الجيج نحطو شوية بصل نحطو الفلفل الحلو وهكيكا نعملو اول واحدة نجمو نزيدو الفلفل انا اخترت نحط الفلفل الحلو وهذي فلفل حار اللي يحب الحار ينجم يحط شوية من الفلفل الحار نعملو اكيد بعد ما نكملو نقصو بقية الجيج متاعنا ونحطو بقية نحطو بقية في البوشيت عنا لهنى الخليط هذي بش نخلطوه بتاع الملح في الفلاكحل والعشيب ونجيو كمان هكا ونرشو فوق الجيج متاعنا وانا اخترت اني بش نشويهم بالزبدة مش بالزيج اذاك عالش فما حتيتش زيج في المرحلة هذيه كمانا كي نخليوه ومنبعد بش نشويوه كيما قلتلكم بالزبدة انا بش نكامرا كي بقية مات الكمية اللي عندي ومنبعد اكيد تو نرجعلكم نوريكم شنية التفاصيل اللي مبعد وكيفش نعملو بعضنا البيتزا انا بش خلي البات ترتاح بالكدي واللوتون الساس تكون حذرت نرجعلكم بش نعملو البيتزا مع بعضنا انتو ما اقعدوا معانا بش تاخذوا الديتاي دوما الكل مشكورة صبري نحنا نرجعوا لهنا للبلاتون نوصلوا في استقبال ضيوفنا وحواراتنا معاهم نتحطوا ثقافة نتحطوا فن نتحطوا مسرح وسعيدة جدا اني نستقبل بحذية فنين ممثل مسرحي قدير وكبير برشا كبير في شخصيته كبير في القدر متاعه اعتبر فنين من النخبة عنده عديد من الاعمال المسرحية هو ممثل مسرحي بامتياز سعيدة جدا اني نستقبل بحذية الممثل التونسي الممثل المسرحي سي محمد كوكا اهلا وسهلا ومرحبا بيك في هذا الصباح مرحبا مرحبا غيبة على التلفز سي محمد مرحبا والاختصاص متاعي مسرح هذي فرصة اللقاء من خلال التلفز على عمل مسرحي و اللي باهتني اللي الحصة متاعكم كيفاش سمعت اللي انا قادم على عمل جديد مسرحي اللي انا الاخبار ما خرجش بكل ما عارفش كيفاش عاملت عنا شكون الهني ما عارفش كيفاش عاملت اللي سيهام السافي سبيسياليتي امتحان هتتقصت خاصة من الاخبار يعطيها صحة سيهام على كل حال قعدت يما اتبع في الاخبار والممثلين التوينسا قبل ما نتحطوا على المسرح المسرحية جديدة متاعك اللي هي بعنوان اسيا افريقيا هيت نتحطوا قبل سي محمد كوكا على اعمالك المسرحية الاقديمة اختصاصك في المسرح انت تعتبر نفسك من النخبة التونسية ومن نخب التوينسا صحيح هيدا ولا غالط طبعا شكرا على التقديم بالمشد عندي المدة وانا نخدم نشتغل في المسرح من حابش نقول لك قديش لانه معناه ما يقارب نصف قرن والاهتمامات متاعي والشغف متاعي هو العمل المسرحي لانه الفن المسرحي فن انساني بحت ما نحبش نقول من شخص ونتكلم ونقول لانه الفن هذا بالرغم معناها الاعمال السينمائية والتلفزة والانتغنات والامور هذه الكل اللي تحاول ربما تقضي على المسرحة هذه الكل ما فيهاش فايدة قلت انه المسرح هو عمل انساني بامتياز هل انه العمل الانساني هذا ياولي انت قاعد اكثر من نصف قرن وانتي تمارس فيه هل هو قريب من مشاغل التوينسة ما وهذا المشكل معناها اللي يخلي المسرح ما يموتش حاجتين هو انه سعى الحضور الحي متع المتفرج والممثل معناها كالظرفة كاللحظة هذيك الاثماغ اللحظة اللي عابرة هكاللحظة العابرة هذيك ما تلقهاش فيه حتى فضاء في الدنيا ما تلقاها الا في المسرح ممثل يمثل متفرج حاضر الزوز اجساد حاضرين ويوفى العرض كل واحد يمشي على روح في قوة اتناشين متروح للدار اتناشين متشوف الفيلم متعاود تشوفه عشر مرات اما كاللحظة الانسانية كل روح هذيك اللي تثبت انسانية الانسان هكاللحظة هذيك معناها لا تعوض في الادوار اللي مثلتهم في المسرح قديش تحس روحك قريب من الشخصية اللي تأديها وقديش تحس نفسك وصلت للصميم متاع المتفرج اللي جاي يتفرج فيك في العرض سؤال باهي لو سمحت شوف عندي انا الشخصية والعلاقة بالممثل بشخصيته ايدنتيفيكاسيون كما يقولوا انا نبن بحاجة اللي هي من اساس العمل الممثل هو اللعب اللعب يلعب الجو معناها قبل ما يكون عنده هكا عملية متعتماهي وغسرة ويلزم قبل كل شيء يحط في باله اللي هو يلعب ويلعب بجد هكا اللعب بجد هذك هو اللي يخليه يقدم بشخصيات رايعة انه الشيء الاساسي انه ما يزمش يخلهم بالجد بين ظفرين لكن بكل قوة بكل معرفة بكل دراية وبكل صدق واخلاص كما يقولوا للدور معناها هي لعب هو لعب معناها انت عجبا من الممثلين اللي يبكي ويصيح ويعيط ويروح دار مريض ما يكلمش هذا الكل وعندينا عبث عندينا المسرح نيتش يقول حاجة خارقة لهذا يقول يلزم تكون عندنا صدق في اللعب واحنا كهول كيف صدق الطفل الصغير اللي يلعب دو تحكي لهنا جو داكتور جو داكتور معناها يبدأ شخصين معناها اللعب اللعب عمومي معناها اللعب عمومي معناها مهنة التمثيل ما تحسش وكأنك اتمثل نعم ما تحسش كأنك اتمثل تحسش تلعب انت والشخصية ما تحسش تتخمص هذا كالسر معناها يعني يطلب تقنيات يطلب دراية يطلب معرفة يطلب ثقافة يطلب حضور أنك التمثيل متاعك معناها يكون عنده تأثيره في وقت لي انت من داخل تلعب معناها ما نحبش نقوم نسمي في اسامي ممثلين كبار مثلاً في أوروبا هو مخش كبير وممثل كبير ما نسميه لك أنا جد الملح مثلاً أنا ما نسميه لك معناها ربما جد الملح عنده اختصاص عنده في ثم هو أعمق 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 هذه أعمال لا هذه ثقافة وذكاة وديارة ودراية وعلم ومعرفة وحضور ومعناها كاد أن يكون فيلسوف الممثل معناها يتمكنوا بالذكاة متاعه بالذكاة لأنوك اللعب هذاك مهوش في متناول الجميع هذاك لماذا لدينا التمثيل هو أصعب مهنة في الدنيا لكن سي محمد كوكا هل أنو الأدوار هذه المركبة اللي الممثل يلعب هو يمتهنها بكل حرافية وبكل بساطة هل أنو هنا ينجم يكون عنده جمهور كبير ويتبحها ينجم الممثل يولي عنده صيت كبير والجمهور يتبع الأعمال هذه وإلا الجمهور يلوج على أعمال مغايرة يلوج على الضحكة يلوج على التفضلكة يلوج على الممثل المعروف وليدخلوا على خطر اسمه فقط هنا معناها أقول كان منش مثلا بالمسرح معناها اللي هم كان المثقفين والمسرح المسرح المسرح اللي معناها اللي هم النخبة كل واحنا النخبة تدخل النخبة بارك الله فيك هذه الكلمة اللي عرفة تعالية ما نمنش بالمسرح النخبة أنا نمن بالمسرح للجميع ونمن بالذكاء للجميع ونمن بالمشتوى الراقي للجميع عندي إينا مسرح النخبة دفنتها لحكاية هذه توا سنوات لأنه الهروب من الواقع ومن تحمل المسؤولية المسرح أما يكون راقي أما يكون مسرح والمسرح والروقية أنا مثلت قبل ريشارد الثالث في افتتاح مهرجان مهرجانات الحمامات ومثلت ريشارد الثالث من أحسن الأدوار اللي أتقنتها حسب رأيي مثلت ريشارد الثالث كانت تفكرت أنت تعرف زورو الشخصية هذه اللي تضرب بيصير لما عمري أنا وقتها زورو مهرجانات 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 مثلت ريشارد الثالث ونتخيلت في روحي كاني أنا زورو وقتها عمري 12 سنة وخرجت من أنجع الأدوار اللي عشان شو نقصد هنا وهذا يمس الممثل المتفرج البسيط والمتفرج المتثقف والمتفرج الفيلسوف معناها علش على خاطر ثم تبليغ وإبلاغ وحضور وحضور معناها حضور مكيف سي محمد أكيد معنتها لهنا ما نشككش في أنك قام في العمل المسرحي شكرا لكن برشا يعتبروك متعالي في أعمالك وفي أدوارك هذي يتغيذني على خاطر وهو نقول لك وثم أراد غايرة تماما اللي يعتبروا العمل اللي ما نحبش نذكر أسماء اللي يظلوا في أرواحهم هما بلغوا الأوج للفكر والفطنة والعمل المسرحي ومحمد كوكا منزل يعوم في فضاءات هكا فضاءات ضعيفة وثم اللي يعتقد وهذا معناه هذه أرى لأنه أقول لك الأعمال اللي نقدم فيها كل مكسر أعمال عز الدين المدني ابن خلدون اللي قدمناها تول سنوات معناها كانت عمل في متناول متفرجين كل بالعربية وعربية عز الدين المدني عربية سهلة ما هيش عربية ربما فيها أفكار فيها علاقة بالفلسفة علاقة بالجدالية التاريخية علاقة معناها بمفاهيم مفاهيم كونسبتويل معناها اللي ربما لكن هذا ما يمنعش أنه المنصف السويسي الله يرحمه مثل فيها الدور العميد محمد كان رايع كان معناها تمثيل الأداء متاعه في متناول متفرجين كانت ثم علاقة خارقة لهذا هشام رسوم مثل دور ابن خلدون كان تمثيل متاعه واضح أنا مثلت دور أحمد باي كنا ثلاثة وعندنا مواقف خارقة لهذا معناها شو ما عرب العربية والعربية معناها تتطلب ربما هكا شوية نوع من وما تجلبش برشا اهتمام ما هذك هذك تقصير مننا أحنا تقصير مننا أحنا لأنه أحنا يجبنا نجلب ونحاول الاهتمام معناها نزرعوا الاهتمام سي محمد كوكا هيتنا تحطوا على النجاح الجماهيري متاع العروض المسرحية نشوفوا وقتا لأعمال مسرحية للمين النهدي تكون معناتها برشا جمهور العروض متواصلة برشا عروض لطف العبدالي كيف كيف محمد كوكا أقل عليش أقل ببرشا عليش التسويق لا فيها معناها الإضحاك وال في أسلوب الكوميديا أسلوب الكوميديا معناها في أسلوب ساهل وواضح وأفكار معناها ما تلقاش السماوات السبع معناها أفكار معناها فيه فيه متناول ما يطلبه الجمهور لا لا معناها أشخال الله توا في تونس المسرح حسب المسرح الفردي ما عادش عنده نجاعة قوية لأنه المستوى متاعه ما ما تطورش ما تطورش معناه من ناحية القراءة من ناحية الذكاء من ناحية الكتابة زد من ناحية سيناريو الكتابة والمقترح فيما على الأقل في مستوى التفكير في مستوى التفكير في الكتابة اللي تشوفها أنت سي محمد كوكا اليوم تجلب اهتمام التوينسة تقرب أكثر من مشاغلهم تمسهم أكثر في الصميم معناها الكتابة اللي تنجم وبشي قولك هذه معناها بصورة ربما عامة معناها معناها عام ياسر الأمور اللي تنجم تخطب الناس في مشاغلهم شنية مشاغلهم اليوم مثلا ما شغلهم اليوم مثلا الشعوذة المشاغل معناها بني فتفرين الشعوذة اللي هي السنوات الأخرى معناها مشات بالبلاد الشبه هاوية الاقتصاد منهار العمل السياسي الضعيف نقولك أنا التوى ما عنديش فكرة على شكون شخص والشخصية سياسية قوية اللي تنجم يكون عندها إضافة فيما يخص الواقع التونسي فيما يخص حتى شخصية ما تشوفها قديم مرحة حتى شخصية أخا كنت تعرف التلبسة نحيتها مدارة على كثر ما شفت سوء الخطاب السياسي الرداء متاع الخطاب السياسي والغياب غياب 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 التحليل ويقولك وين ماشيين وصاعات المسرح اللي هو أبو الفنون هو اللي صاعات يعطي صورة وين ماشيين يلزم ويعطي المشكلة معطاهش معطاهش المشكلة أنه متعرفة والتاريخ أنا ربما كنت نتكلم على تايمورلينك وبنخلدون التاريخ المعضلة التاريخ هو أنه الظروف الظروف والسياسات والثقافة العمل الثقافي الكل هم فيه تراجع الكل هم فيه تراجع علش على خطر العشر سنين هذه اللي حكمة البلاد هي معناها مشاكل اللي هي أكثر منها متجهة لشي نعود ربما يمكن هل عبرت عليها في المسرحية الأخيرة اسيا فريقيا هل عبرت عليهم المشاغل هذوما متاع توينسا العشرة سنين هذوما اللي تتحدث عليهم مسي محمد كوكا هل عبرت عليهم في العمل الأخير متاعك في اسيا فريقيا العمل هذا هو في الحقيقة مسرحية أكتبها بلجيكي وترجمتها بكل نجاع و بكل قوة أمان مصيري والعمل يحكي على اللقاء وقاع في أواخر القرن الرابع عشر بدايات القرن الخامس عشر ألف واربعمائة حاجة كم من هكة واحد ما بين تيمور لينك تيمور لينك وابن خلدون والإشكال هو المفهوم التاريخ شنوه التاريخ معناها التاريخ يا هل تراب ما هو شو بالنسبة الإضافة جديدة الإضافة إنسانية اللي جابها ابن خلدون أنه جدلية التاريخ أنه للتاريخ معنى فلسفة التاريخ الخيطاب التاريخي في وقت تيمور لينك معناها تيمور لينك كان جاهل لا يعرف لا يكتب أما كان ذكي كان يخالط في الفلاسفة والحكماء وكان كان شديد معناها في الحكم بتاعه كان يقتل معناها يقتل بالألوف بالألوف اقتل بالملاين ومعه ابن خلدون وقف فهم بذكام بتاعه اللي ابن خلدون قيمة إنسانية إضافة ابن خلدون للتاريخ هي إضافة كونية اللي فهمها تيمور لينك وين يقرب هذي كل المشاغل التوينسة وين المشاغل التوينسة تتكلم على العنف أنه العنف مهوش حل العنف اللي نشوفه ما قاسينا من العنف ما نذكرش الشهداء اللي ماتوا العساسين أه معناها كما وقت الاستعمار الشهداء اللي ماتوا من العنف شنية الغاية من العنف وين تحب توصل بالعنف علاش العيش الحرية مش في كنفة طمأنينة وكنف الديمقراطية كما قاعدين نشوفه في انتشار ظواهر كبيرة كما خطاب الكراهية كما الظواهر هذية اليوم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي يعني إذا كان شدوا حد مشهور ولا معروف يهارسلوه يهبتوا عليه سب وشتم دونك الخطاب هذية ولا منتشر في المجتمع معناها المواقع الاتصال الاجتماعية الي تعبات بالجهل والعنف والركاكة صح التعبير معناها في عوض نشوفه التبادل معناها الخطاب الثقافة العلم المعرفة البحث التفكير شفنا في هالمواقع الاتصال الاجتماعية الجهل وخوه نقول لك حاجة أنا كنت نمن بالديمقراطية كما كان يحكي الإنسان يقول يقول وقت لي كنت ديمقراطي كما وقت لي كنت معنا وكما لا بعد وقت لي كنت غيرت معتش تؤمن بالديمقراطية ديمقراطية ها تؤمن معناها ثم فيلسوف كبير من فلسفة الفلسفة الإنسانية الكونية اللي هو فلاتون بلاتون اللي كان يكره بحاجة اسمها الديمقراطية في وقت لي هو فيلسوف أسس مؤسس للتفكير الإنساني علش لأنه يقول الديمقراطية تعطي الأغلبية للجهل معناها تعطي الأغلبية أو شفنا احنا العشرسين الأغرانين في تونس أخذوا الحكم معناها المتدينين اللي هما مهمش متدينين على قاعدة الصحة مدهنين على على الجاهل وعلى السوبستيسيون معناها الناس صوت التلهم الناس صوت التلهم على خاطر مهمش فهمين مو هذك المشكل على خاطر الثقافة والمستوى التفكير منحط والمستوى الديمقراطية تجيب معناها المستويات المتواضعة هي توصلها للحكم يشكون يوصلها الديمقراطية أنا أحكي لك المثال الكبير في القنة العشرين يشكون يوصل هيتلار للحكم اللي تسبب في 30 مليون مية على قل في القنة 30 مليون إذا كان مش أكثر هي الديمقراطية انتخبطوا الديمقراطية ولهذا والديكتاتورية شنو عملت ثلاث سنوات أفضع مو هذك الإشكال الديمقراطية الديكتاتورية الديكتاتورية هذا الموضوع متاع المسرحية مو هذك الإشكال هذيك الترجيدي هذيك الترجيدي والديمقراطية والديكتاتورية شنو يختار معناها ثم حلول أخرى اللي أنا ما نعرفيش واللي يزم اجتهاد يزم الثقافة 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 الحديث معك ممتع سي محمد كتر شكرا جزيلا وقتيش العروض تبدأ وإلى وقتيش تبدأ عملية التحذير للتحذير احنا تمارين بش نبدو من اليوم أول نهار لمدة أربعة أشهر معناها واللي تنعسب معناها جميلة نوفمبر نوفمبر في العروض المسرحية مرحبا بك شرفتنا بحضورك شكرا جزيلا شكرا جزيلا إن شاء الله لقاء هذيك ممتع زيدا بالنسبة ليك حاولنا أخذينا برشة معلومات من عندك وخاصة قعدت وفي المباتك والأفكارك ومتبدلتش شكرا على الحضور معنا في هذا الصباح شكرا نوصل معكم شيء معنا غم وأحلى نغمي يجيكم بصوت سمية الحثروبي ثم نعود تفضلوا 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 نحن تفضلوا 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 تحضلوا تفضلوا نرجع معكم للبلتون نتحدث اليوم على اختصاصات متنوعة في مجال السمعي البصري والأفاق التشغيلية الوعدة خاصة شنو ينجم يقدم اليوم المجال السمعي البصري شنو ما الاختصاصات اللي يتكونوا فيهم بالتأكيد وين ينجموا يشتغلوا اليوم يحضر معنا سيزوبير بلجيد هو دكتور محاضر ودكتور مختص في تكوين الاختصاصات هذية اللي هي اختصاصات السمعي البصري ينقلوا له أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بيكم نحب نواجه الشكر لكم التومة لكي انتي مدام فاطمة ولكيفة أسرة معدي برنامج هذا الصباح يعطينا الفرصة كمان باش نقدموا واحنا ونعرفوا مرحبا بيك سيزوبير عندكم ملتقى نهار الخميس بشي سير في كلية نوف ففريل تحديدا لا مش في كلية في المركز القطاعي المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وسيانة المعدات البيوتوبية بتسع بريل مقابل كلية الأداب مقابل كلية الأداب بشي سير نهارتها ملتقى بش تتحطوا فيها على اختصاصات متعدة اليوم في مجال السمعي البصري اللي انتو ما زيدا من شأنكم كأسدة محاضرين وايضا كمختصين في المجال انكم اتطوروها هيتنا تحطوا بداية شنو ما الاختصاصات اليوم اللي نجمه نلقوها في مجال السمعي البصري تحديدا يقولوا سمعي بصري يعني شنو شوف مجال السمعي البصري هو مجال واسع مجال متعدد الاختصاصات فيه الكثير من المتدخلين على النطاق الفني التقني والذوقي إذا صح التعبير إذن هو مجال متعدد الاختصاصات متشعب متنوع إذن في المجال هدايا احنا في مركز السعفريل البيوميديكال المركز هدايا الاختصاص متاعنا في المجال السمعي البصري من أقدم الاختصاصات اللي الموجودة في الجمهورية التنسية ويعد هو المشتلة يعني هي البيبنيير بالحق تفريخ الفنيين والفنيين السمعيين في خطاع المجال السمعي البصري في الإذاعة والتلفزة التنسية هناك الكثير مش في الإذاعة والتلفزة التنسية حتى في الإذاعات والتلفزات الخاصة هناك الكثير الكثير من العاملين وهما من خريجي مركز التكوين متاع السعفريل متاع المركز البيوميديكال اختصاص اللي عندنا هنا حاليا هو اختصاص تركيب وصيانة المعدات السمعية البصرية والميلتي ميديا اختصاصنا طبعا ندرسه هندس الإضاءة هندس الصوت صناعة الفيديو الديكور في حداته لأنه حينما تقول أنه هندس الإضاءة بشعم الإضاءة طبعا هي مربوطة بديكور هي مربوطة يعني بمساحة بفضاء معين مربوطة بموضوع معين إذن هنا لاحظوا أنه الأمور مبنية على جانب علمي وعلى جانب كذلك يعني ذوقي أنه في كل عمل في كل صناعة في صناعة سيارات ولا في صناعة الملابس ديما الجانب الذوقي يبقى كذلك يعني مكمل للجانب العلمي اللي هو الجانب التقلي مهم ياسر احنا نتميز بالكثير عن العديد من المؤسسات ولازمنا نفتخروا بالمؤسسة هذه بصدق يعني أنها كما قلت لكم هي النواة الأولى في السوق التونسية اللي وفرت الفنيين اليوم ما رأوا بيش يجيب فني في القطاع السمعي البصري تقني بيش يعمل لك تركيب معدات بيش يعمل لك صيانة بيش يعمل لك فيديو بيش يعمل لك يخدم الكاميرا مع بيش يعمل لك إضاءة رأوا فلوس كبيرة إذن احنا الجانب الإيجابي نتميز به هو كل جانب التقني كذلك أنه الصيانة التركيب يعني في التكوين وانا والله حتى كلمة التكوين في بعض الأحيان ما نحبش نقولها ونقول فيه بناء لأن كلمة البناء أشمل من كلمة التكوين كلمة سيزبير أنه زادة اليوم وقتلي الشخص يكون طالب ومعنتها وبشيقر اختصاص دائما ينظر للسوق التشغيلية اليوم وقتلي يتخرج شنوه ينجم يشتغل قد يش تطور اليوم نقوله اختصاص السمعي البصري الملتي ميديا الفنون هذي هي تعتبر من بين الفنون قد يش تطورت معنتها نتحطه عشرة سنين التالي واليوم الطاقة الاستيعاب والطاقة معنتها على قدرة أنه تستوعب أكثر طلبة كل عام هل أنه اللي يتخرج يلقى الوظيفة متاعه أم أنه ما زالت اليوم سوق الشغل مغلقة أمام الطلبة اللي يتخرجه بش نجاوبك على المرحلة الأولى والمفصل الأول من السؤال هو قد يش تطور القطاع هذا احنا نويق قاعدين في استيديو في التصوير القطاع قاعد يتغير بسرعة مهولة والقطاع أنا قلتك متفرع ومتعدد الاختصاصات لو نمشي المجال السينمائي خاصة المجال السينمائي يعني تطور بشكل كبير يعني من معدات من برمجيات من تطبيقات من كوادر يعني تخدم في القطاع ذاك وكله مربوط بعضه كنقول المجال السينمائي يعني هو مجال السمعي البصري إذن السوق متنوع السوق عنده درجة تشرب لليد العاملة أو للفنيين أو للكوادر العليا شكل كبير يعني قطاع حي لا يموت في استمرارية تطور دائمة وهذا مهم ياسر بالنسبة للمركز متاعنا أنا أكد المتخرجين متاعنا اليوم عندنا ولاد ولاد اللي تخرجوا عننا أحنا عندنا في المؤسس الإذاعة والتلفزة شكونوا ولادهم يقرأوا عندنا اليوم إذن قريب بنخلطوا على حفاظ إن شاء الله يعني إذا كانوا زال في العمور بقية إذن هنا اللي حبي نقول لك أنه اللي حب يخدم موجود صحيح مانيش تصدقني ليس من باب الإنشاء أو من باب الدعاية وإنما في المجال السمعي البصري أبصم بالعشق الاختصاصات متاع السمعي البصري مطلوبة جدا في الخارج في قطر في دبي في الإمارات في برشا معنى تها بلدين في قنوات كما قنوات أمريكية لكن تبث من أمريكيا لكن هي معنى تها عربية دوك هل أنه الطلبة عندك فكرة على طلبة معنى تقرأوا مثلا اختصاصات إذا أهنتس أو غيره وخرجوا لبرة وقاعدين يشغل بالضبط هذا تأكيد لكلامك عندنا العديد من الفنيين ومن المخرجين قلت المخرجين يعني من الفنيين واللي يخرجوا من الميدان من المركز زمتانا يخدموا في القنوات وفي الإذاعات الخليجية والأجنبية الأوروبية وعندنا حتى بعض الفتيات اللي يخدموا في أمريكا اليوم في ميدان الإضاءة وفي ميدان الفيديو يعني في صناعة الفيديو وفي الصوت إلى آخر يعني اللي يخرجوا لكل من تونس أنا عندي دفعة القبلة للقرانية خارجت يخدمون في الإمارات شركة في المجال السمعي البصري ومشاء الله يخدمون مليح مليح وإذا تكلمني واحد من الأولادنا اللي يتخرج والخلاص بيه يعني والخلاص مرحكي لك شعر الحدث وما غير أو باش يحبوا يخرجوا شوف أنا أنا مني ضد أنا مني ضد طموحهم تعلق الفرد أنا ديما نقول قلت أنه السوق قضية حتى في تونس يقدر يصور الخير والبرك فريلانس ينجم يخدم في تونس أحنا نقوله المفعول الفراشة يعني ينجم يكون يخدم مع الإدعاء الوطنية وفي نفس الوقت يخدم مع إدعاءات أخرى فهمني يعني الخبز موجود الفي بابيان الفي بابيان يعني صحة إذن الخبز موجود والفرص موجودة لكن تبقى الأمر يتعلق بالشخص المتخرج في حد ذاته يعني شنو حضوره الذيني شنو حضوره المعرفي شنو حضوره التكويني هذا مهم ذوك عندكم إجازة وإلا بيتي بي وإلا بيتي إيس شنو عندك شوف أحنا حاليا في الملتقى هذا استدعينا من جميع شعبا بتاع المجال السمع البصري استدعينا مخرجين استدعينا مهندسين صوت إضاءة سينياريست يعني كتاب إذن اللي قدرنا بشلموه لميناء اللي هما اختصاصات موجودة عندكم اللي هما متدخلين في المجال السمع البصري ونحب نتواجه بربي بهذه المناسبة مدام الدليل مفتاحي مدام الدليل يعني الفنانتنا القديرة بالشكر يعني أنا شخصيا ما نعرف هيش ما تقبلناش فيستوفيس يعني وجه لي وجهة ما تقبلناش وإنما كان عندي انتباع جيد كهذه التليفون وكلمتها هزت التليفون وعرفتها بروحي عرفتها بالمؤسسة بتاعنا أحنا تأسفنا لأنها هي ما قدرتش تحضر وهي تأسفت يعني شاركتنا في الشعور هذا يا مهم ياسر موجودة في استيقص عند أعمال في استيقص وعند مشروع قلت لي أنت شنوه شهادات العلمية اللي نخجو بها أحنا في مستوى بالنسبة للمركز بتاعنا حاليا عندنا شهادة البيتي بي يعني فني يعني بدون بكالوريا لا بدون بكالوريا لكن ما يعني عندنا ناس دخلت بالبكالوريا متاحة وقرأوا وقرأوا وكملوا واحد وكذا لكن أحنا الآن نسعى أنه بشنا نرضى بالاختصاص هذا في تسعة فرين إلى مستوى فني ثاني في المجال السمعي البصري مع طبعا مع الاستئناس أنا ساعتي يقولولي والله لازم نعمل الاناليز دو la situation دو تخفاي ولازم نعمل وهذا كله ياخذ صراحة نقولها ونعودها ونتحمل مسؤوليتي في هذا هذا كله ياخذ مضيعة وقت لأنه هناك العديد من البرامج سواء الأجنبية أو التونسية وممكن الاستعانة بالمدرسة الأنجلوفونية لأنه منطور رئيسة في المجال السمعي البصري وممكن الاستعانة بالتجارة منتعال الخواص عندكم إجازة؟ لا أحنا في مجال التكوين المهنة إلى حد الآن بيتي باي وولادنا بيدهم ساكن يرجعوا يعني ثم فيه الكثير من المحفزين يعني الموتيفين محفزين يحبوا يواصلوا يحبوا يواصلوا تكوينهم يحبوا يقدموا القدام عليش أنت تسكر عليهم عليش أنت تقول آه بيش نعمل أنا وكأنه هو مشروع وزار التكوين المهني والتشغيل والله إحنا حضرنا شاركنا في مهرجان الأول نشكر أنا سي أنيس لسود في المهرجان الأول في موبي فيلم سماوه موبي فيلم ومنين جايد تسمي موبي فيلم لأنه اليوم بكل الهاتف الجوال أو السيارة أو النقال كما تحبون سمي يوم الموبايل تجم تعمل القهر تجم تأكل الخبز تجم تكون يوتيوبير وتصور الخير والبركة يعني بكل آلة بسيطة هذك بكل السيارة هذك إذن أحنا اليوم شاركنا فيه واخذينا فيه جايزة في المهرجان هذا لكن نحبوا أحنا لأسفني أنا يعني ما تجيش تقولي مثلا كما أحكيت لك أنه عقلية أنا لازم لي نعدي سنوات ونا نعم في برنامج وقتهم البرامج موجودة ممكن الاستئناس ممكن تحديث ممكن تغيير أوكي نمشي معك الإطارات التدريس متع التكوين موجودة عندنا في السعفريد ما شاء الله من المهانسيين ومن دوك ننتظروا أنه الاختصاص معنتها يتطور يرتقي معتش بيت بي ديبلومي ولي بيت ايس بذبط ليس هذا من المنطقة وإنما الانفتاح على محيطه الصناعي وهذا مهم ياسر ونعطيك حاجة أنا مزورت مشيت نستدعى في ناس في مدينة الثقافة في مدينة الثقافة سمحني مستش بشي طولت تلك رقيت عندهم طوق قعديني يعملوا في الرقمنة يعني كل أرشيف السمعي البصري كل هائل كل شي ولي رقمي يعني ديجيتال إذن أحنا قال للمدخل هناك قال لي عليش ما نتعاونوش ونعملوا حتى في صيانة المعدات اللي هي الترقمن واضح وهذا أحنا مؤهلين لي يعني في المركز على كل إن شاء الله كل التوفيق لكم سيزو بير بالجيد في العمل متاعكم وإن شاء الله ننقعوا الاختصاص هذا يزيد يتطور أكثر ويكون أفاقه التشغيلية أوسع وأرحب شكرا نقطة أخيرة وأنا وجهت الدعوات من ضمن الأشياء اللي عملتها في الدعوة أني لم أذكر تاريخا معينا لهذا الملتقى وإنما ذكرته حينما اتصنب ببعضنا البعض ووجه لوجه قالوا يعليش ما ذكرتش التاريخ هذا قلتني أن الدعوة مجموعة تكون محدودة زمانيا ومكانيا وإنما تكون دعوة مستمرة إن شاء الله وإن شاء الله نقدمه بهذا القطاع وبهذا الاقتصاص مشكور جدا سيزبير بالقيد على الحضور معنا نحن نمشي ونواصل معكم بعد قليل نتحط في مواضيع أخرى نتحط على حوار الحضارات على ملتقيات للسلام وحوار الحضارات نخليكم قبل هذا الكل مع سابرين شورا ثم نعود الباتم تاعة البيتزا كما قلت لكم نطيبوها قبل ما نحطوها السوس نخليها تاو تبرد شوية لطن أنا حذرت المحمصة كما نطيبوها نحن العادة نعرف المحمصة كان في حاجة جيرية نجمو نعملو بها برشة حاجات ونبدلو على بقية لبات نحط لهن شوية زبدة لهن تجيج عملت اللي في البروشيت والفاذل نكملو نحطو طروف الزغيرات نحطوهم للمحمصة بشي يتيب معاهم بشي نخليوهم يتقليو مع شوية بصل شوية أعشيب وملح ومن بعض بش نزيد لهن خذتلم حمصة جويدة على الأخر حتيت لها الكركم بش نكملو نحطوها بعض ما يتقلع الجيج بش خلي لهن الجيج يتقلع هذي الباتم بتاعنا بش نحطو لها السوس لهن هذي سفنيريا قلتلكم احنا في وقت عطيتكم قلنا فهم سفنيريا سفنيريا حاشنا بيها تكون بوري بش نزيد نرحيها أكثر حاشتي انها تكون كريموز أكثر يعني هي ما زالت شوية بش نزيد نرحيها أكثر تولي عاطي على تكستور كريم أكثر منها كي لهن السوس حضرت نحطوها فوق البات البيتزا اللي كما تشوفو شدت روحها شوية في الفور بش نحط السوس الجبن والطن نحطوهم كيلبات التيب كمبليتما بش الجبن كيكا ونخرجوهم الفور ووقت التقديم بش نحطو كوش بها متاع السوس بالطريقة هذي بش نعملو كوش إي باس وبش نحطو الخضراء الطيب مع السوس عن الخضراء بخلف البصل يعني والطماطم اللي حطيناهم مع الطماطم المرحية في اسكلبات إي باس نحطو كوش إي باس بالسوس باش ما تجيش شي حم بعض بالطريقة هذي نكملو نحطو لهن الخضراء نحطو بالطبيعة هو والزيتون نحطو نحطو الخضراء نقلب خضراء قليلا 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 المحمسة تتقلى معهم شوية ونبعد نمرق بالماء كما تشوفوا سهلا برشا ما جزت هي كالطريقة متاع تغيير في بلسما نحطو روز مع لبغشيت نعملو حاجة أخرى نوعو خليوها تتقلى شوية بالكل ونبعد بشنا مرقها لهن نكمل نحط الخضراء بالنسبة للبيتزا نحطو البصال المتاعنا بشتيب مع البات نحطو الفلفل لدينا لدينا لاتومات سوريز نكملو نحطو الفلفل وندخلوها للفور بتكمل الطيب بالكدي البات والسوس والخضراء واخر شاي كما قلت لكم بش نحطو لها من بعض الجبن نرجوها شوية للفور ومن بعض نكملو نحطو الطن هكي كتكون بريس حظرة إدبارتنا بالنسبة لليوم في مع تلات إدبارة السلام الالتار تخليتها قاعدة في الفور بش نوريكم بعض النتيجة النهائية وانتو ما أقعدوا معنا بشتوفوا البرزنتاسيون بتاع البلا شكرا سابري نحنا نرجع معكم لهنا للبلاتو بش نواصلوا استقبال ضيوفنا وحواراتنا معاهم لكن قبل هذي كل بش نمشو المدينة للعلوم وين موجودة زميلتنا مديحة لمعمري على عين المكان ناخدوا معاها أكثر تفاصيل على تظاهر متاع اليوم صبح النور مديحة سبع الخير ليك يا فاطمة وسبع الخير لكافة السيدة المشاهدين كما نعرف نحنا على مشارف نهاية سنة دراسية البكالوريا كل كم الامتحاناتهم اليوم يبدأوا النبيامي عاديو في امتحاناتهم ونهاية الأسبوع السيزيان إن شاء الله بالنجاح لوليداتنا نسمعه زغارية الفرح في كل الديارة التونسية نحن على مشارف سنة دراسية كما قلت بش ننطلقوا في فترة صيفية فترة راحة تتطلب بعض الأنشطة الصيفية ذاك عليش متوجدين نحن في مدينة العوم يحضر معايا السيدة المدير العام السيد فتحي زجروبة بش يعطينا بعض التفاصيل على استعدادات مدينة العلوم للأنشطة الصيفية خاصة للتلاميذ والطلبة مرحبا بيك سي فتح مرحبا بيكم وبكافة مشاهدية التلفزة الوطنية مرحبا أنشطة الصيفية أنا لازل كل أولياء لكل أنظارها تتجاه في الصيف باش باش نعبيوا أوقات أولادنا في الفترة الصيفية خاصة إنه شوية انتقاء للأماكن اللي نحب أولادنا يمشيولهم ومعناها ويتعلموا فيهم حتى في الصيف شنوها استعداداتكم أنتو في الإطار هذي سعبر كله فيكم على الاستضافة وعلى التنقل حتى مدينة العلوم اللي هي مرفق عمومي تنشط تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن كذلك تتعلق مهمتها الأساسية بنشر الثقافة العلمية لدى المجتمع بصفة عامة ونظر لكون الزوار يمثلوا على أقل 90% منهم من الشباب والنشاة ستدير تلامذة والطلبة إذن نعدل الوقاع والأوتار منتع الأنشط حسب السنة الدراسية والجامعية ولكن كذلك خلال العطلة الصيفية نظراً كون المدينة من أهم هي تكملة وإتمام البرامج اللي تلقاها الصغير في المكتب وإلا في الجامعة ولا في التكوين المهني وبالتالي إضافة على البرامج المعتادة خلال كامل السنة وعلى مدار الأيام وخاصة خلال العطلة السنوية حيث ننظم عديد الورشات العلمية في عديد الإختصاصات وخاصة المدينة استرجعت هذه السنة بعد السنتين اللي عاشنا فيهم بعض الضغوطات الصحية والظروف اللي ما كانش ملائمة للزيارات استرجعت المدينة خلال هذه السنة عدد كبير من جماهيرها ومن المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمؤسسات الجامعية إذن إضافة البرامج هذه نظمنا خلال الصيف المدارس الصيفية 16 مدارسة صيفية في عديد الاختصاصات رياضيات فيزيا كيميا بيولوجيا بيئة علم الفلك والفضاء اللي هو قاعد يجلب في انتباع عديد الصغيرات ولكن كذلك ليس فقط داخل العاصمة سيتدير بفضاءات العلمية الموجودة بمقر مدينة العلوم بتونس كذلك في فروع مدينة العلوم اللي هي موجودة خاصة في تطوير منذ سنة 2014 عنا فرع جديد إن شاء الله في قبل تحديدا خاطر نحن دي مركزية وليت في تونس إنه الناس الكل مدينة العلوم متواجدة في تونس كان لقراب المدينة والعاصمة معناها فقط هما اللي يتمتعوا بخدمات مدينة العلوم بالنسبة للجهات الأخرى وخاصة في الجنوب شنو اللي فما موجود في تطوين ينجم يستقطب الشباب غادي وفئة معناها التلاميذ احنا تتفاصل نفس البرامج اللي يقع برمجتها في مدينة العلوم تبرمج بفضاء دونك اللونتين متع مدينة العلوم بتطوين يكفي كون الإنسان يطلع شوية على بعض المنشورات اللي نقوم بهم والبرامج اللي ننعلم بهم عن طريق صفحة مدينة العلوم بتونس ولا صفحة المخصة لدونك اللونتين فرع تطوين نفس البرامج اللي موجودة اللي هنا موجودة الغادي ومبراليل مثلا حتى فرق مبيناتهم هذه الحاجة لول الحاجة الثانية ما تنساش عنه قاطرة علمية احنا تجوب كامل أنحاء التراب الجمهورية في الجهات سواء بالتنسيق مع الصلاة المحلية والجهوية والمؤسسات التربوية والمنظمات والجمعيات الممثلة الركيز المهمة للمجتمع المعرف ومجتمع المدني ولكن كذلك ببرنامجنا الخاص احنا كيف كيف نحاولوا نبرمجوا معناها برامج اللي امنوها قاطرة علمية تتنقل من مدينة العلوم بكل التجهيزات العلمية الضرورية وبفريق مختص من اساتذة التأثير العلمي وهذا يتلقى في معناها تجاوب كبير وشغف كبير من ترفص غيرات في الجهات وبالتالي احنا من تطويل ان شاء الله البنظرت عنا معناها برامج موجودة كيف يقع نشرها سنويا في البرنامج السنوي الانشتة والبرامج زيد حابينا نرتقيه حسب المعايير الدولية كسوى داخل الجهات او بالعاصمة في برامج حسب المعايير الدولية وبالشراكة مع مؤسسات مواثلة على المستوى الدولي حاب نقول حاجة بركة بالنسبة لنشتكم اللي يغضوا بش ينتلق معناها نهاية الأسبوع فمع نشت كبير احنا في الحقيقة على كامل مدارس نعنا انشتة مهمة ننتنصفية معناها ندعم الانشتة والورشات امتعنا والبرامج امتعنا خلال العطل المدرسية حتى المكنه الصغير بش وهو يلهو ويدعم في مكاسبه العلمية وقدراته الذهنية اذا لازمنا اول مرة وهذا معناها تبين من خلال دراسة قامت بها مدينة العلوم مع اطراف اجنبية شاركة وبلورنا برنامج تنموي لخمس سنوات تبين كونه يلزم نزيد النظم كذلك والمجتمع المدني والمجتمع المعرف والمؤسسة الخاصة ولكن كذلك نعلن على البرامج خلال الصيف لان المدينة عكس المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات ما تغلقش ابوابها بالعكس ولكن اقلم البرامج حسب العطلة الصيفية بش الانسان في الصيف الصغير ينجم يتفرد لكن في نفس الوقت يدعم المكاسب وزيد يتمكن منها على المستوى كلمة للأمهات بالخصوص بجيبوا ليداتها في الصهرة الختابية للصنة الدراسية اهم ما مويزاتها الصهرة هذه الساعة احنا عنا عديد الصهرات ليس صهرة بورك عنا صهرة متاع 24 جوان وهي لأول مرة تنظم المدينة هذه الصهرة حتى نجم سقطوا العائليات مع صغارهم بشي تفردوا عنا في العشوية الخطرة تتم بشراكة مع مختلف الأطراف الناشطة في المجال التربوي والتعليمي والبحثي اللي هم ديوان خدمات الجامعية الجامعية تونسية العلوم الفلك كونسيرفاتور ثم تنشيط للفئة العمرية الصغيرة يبدأ من 3 متاع العشية حتى الـ 5 ونص 5 ونص فم ديوان خدمات الجامعية للشمال بشيقوم بنشاط كبير اللي هنا فيه كوريغرافي فيه تمثيل فيه مسرح وفيه كذلك إسناد جوائز لطلب المتميزين ومؤسسات الجامعية المتميزة على مدار السنة لكن كذلك فيه محاضرة كبيرة انقدموها وهي سهرة فلكية اللي بش مكنوا صغيرات بش ياخذوا دروس جديدة كيفاش نجم نستعملوا التقنيات والتكنولوجيات الرقمية لمعناها مشاهدة السماو والأقطاب التكنولوجية ولكن الأقطاب الفلكية ولكن كذلك القمر وعننا كذلك سهرة خارقة العادة لأول مرة تصير في مدينة العلوم في رقح الفضاء والهواء الطلق اللي معناها جددتوا المدينة هذه السنة بش تكون إن شاء الله الفنانة المشهورة وهي زميلتنا كلكيف في التعليم العالي نحب تكون كلها من نفس المنظومة التربية والتعليم والتكوين الأستاذة عيدا نياتي إن شاء الله بش تقدمنا سهرة فنية مع فرقتها في معزوفات أندلوسية موسيقى أندلوسية فيها الموسيقى العربية الموسيقى التونسية الموسيقى الشرقية والغربية وغيرها ولكن كذلك من بعد عنا حساس متع مشاهدة السماء والكواكب السماوية والفضائية ولذا أدعو كافة العائلات والمجمعيات والمنظمات إلى مواكبة وحضور هذه السهرية مجانا وإن شاء الله يكتشفوا عديد الأشياء وهذا كل تحت إشراف إن شاء الله السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير التربية وعديد المسؤولين المربوقي هاي برشة برمجة متنوعة بالنسبة للتعاون الخارجي شكرا لك عفوا نرجع للبلتو مديحة عفوا مديحة بش نرجع للبلتو لأنه جوزنا الوقت المخصص للستريمينج نرجع لهنين نتحدث بعد قليل على ملتقى سلام وحوار الحذران نتحدث على الملتقى الوطني هدايا لتفسير القرآن وتنزيله على أرض الواقع ويحضر معايا الحديث وأعطاي أكثر تفاصيل ومعلومات حول هذا الموضوع دكتور سحبي بن منصور أهلا وسهلا ومرحبا بيك نائب رئيس مركز زيتونة العالمي للسلام وحوار الحذرات أهلا وسهلا مرحبا بيكي شكرا على هذه المبادرة اللطيفة مرحبا من أجل التعريف بملتقى فريد من نوع أكيد ناخدهم بعد أكثر تفاصيل رح بوزيدة بسيء محمد لمينة الإمام هو مدير الملتقى هدايا ملتقى السلام وحوار الحذرات أهلا وسهلا مرحبا شكرا على الاستيضاء مرحبا بيكم دونك الملتقى هدايا يتنزل في إطار بيان أن القرآن الكريم هو كتاب السلام اليوم نتحدث على ملتقى السلام وحوار الحذرات شنو النجم نعرف عليها أكثر دكتور صحبي يعني في الحقيقة هو جرة العادة أن التركيز يتم على تحفيظ القرآن الكريم نحن في حاجة إضافة إلى تعلم قواعده وحفظه فهو كتاب عبادات بلا شك وكتابنا المقدس نحتاج إلى فهمه الفهم الصحيح لأن الحضارة العربية الإسلامية بنيت على هذا الكتاب الكتاب الذي جاء ليبني الإسلام الحضاري يعني حضارة قادة الإنسانية يعني على امتداء ثمانية قرون اليوم تخلفنا لماذا تخلفنا؟ تخلفنا لأن تركنا هذا الكتاب جانبا أو فهمناه الفهم الخاطئ وهناك من شوه هذا الكتاب من المتعصبين لدى الأمم الأخرى فنحن في جانب نريد أن نصح تلك الرؤية الخاطئة لدى الآخر ثم أن نصوي به فهمنا المغلوث لأن هذا الكتاب قد حفظه الله لا يمكن تحريفه العيب أين؟ المشكلة فيه المشكلة فيه سوء فهنا له ماكتعرف الأمة العربية الإسلامية عندها مشكلتان المشكلة اللولة هو سوء الظن بين الأفراد وبين المجتمعات ديما نشكه في بعضنا المشكلة الثانية هو سوء الفهم يعني أحنا نحتاجه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أحتاج المسلم إلى معلم موثوق يفسر لنا القرآن للتفسير الصحيح لهنا مثلا الشيعة ابتكروا نظرية الإمام المعصوم يكون من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتينا بمعرفة ربانية لدنيا اللي فهى التفسير الصحيح أحنا كسنة حرنا إلى أن جاء الإمام الغزالي بنظرية جديدة هي سماها نظرية العقل المعصوم يعني عن طريق أعمال العقل وتحسينها أو تسيجها بالمنطق يمكن أن نصله إلى تفسير واقعي براغماتي عقلاني كما أراده الله لنا سبحانه وتعالى احنا حضارة اقرأ هي دونك الغاية لهنا نتحدث على تفسير القرآن تفسير صحيح تفسير سليم ثم برشة ناس تأول وتخرج على التفسير الصحيح اليوم الخطاب اللي قاعدين نشاهدوا فيه معناتها سواء كان في المجتمع التونسي وإلا في المجتمعات زادة العربية الإسلامية الخطابات أصبحت خطابات كراهية خطابات كلها حقد خطابات مسمومة اليوم كيفاش ينجم بتفسير القرآن بطريقة صحيحة وسليمة نرجعوا لحوار السلام لحوار الحضارات ما بين المجتمعات السامية في حد ذاتها دونك لهنا حبيت نجي معاك سي محمد لمينة لمينة أنت مدير هذا الملتقى وفي الملتقى ثم عديد من الورشات من بينها تفسير المفهوم القرآني للسلام في حد ذاته شنو المناهج متاعوك كيفاش نجموه نفهمه اليوم ما بين ما جاء فيه كتاب الله عز وجل وما بين معناتها رؤية الناس للسلام هو في أول في أول باب حبنا أن ننطلقه من المنطلق عام اللي هو تجسيد القرآن على أرض الواقع لأنه كما قال الدكتور ساحبي القرآن هو كتاب عبادات بلا شك ولكنه في نفس الوقت هو منظومة كاملة من منظومة إخلاقية منظومة اقتصادية منظومة سياسية وهو إذا أردنا أن نختزل هو دستور حياة ونحن بحاجة اليوم إلى تفعيل القرآن على أرض الواقع وهذا لا يكون إلا بفهمه فهما صحيح في جل في كل المجالات اخترنا أنه يكون الملتقى الأول للتفسير يعني بآيات السلام لأنه التنظيم كان من قبل مركز الزيتون العالمي للسلام وحوار الحضارات فلجنة التنظيم قالت نبدأ بآيات السلام في القرآن اخترنا ثلاث آيات من جملة الآيات الموجودة في القرآن وكان فيها بحث كتابي وبحث شفوي والناس المتبيرين كانوا كلهم من حفظة كتاب الله وأردنا أن يكون أن تكون مصافحة أولى مع هؤلاء الحفظة ثم من بعد الملتقى سيكون هناك ورشات أخرى حتى نؤثر هؤلاء الحفظة لننتج حفظة لكتاب الله ليس فقط في المساجد يأمون الناس ويقفون عند أحكام القرآن ويقيمون حروفه بل نريد من يقيم حدوده على الأرض الواقع حتى لا يكون الإمام والحافظ كتاب الله منزوي ومنطوي على نفسه بل يكون فعال في الحياة الدنيا والله سبحانه وتعالى في القرآن ابتدأ بإقرأ ثم عندما يوجه الأوامر ويوجه التوجيهات يقول لأولي الألباب ويقول لعلكم تعقلون لعلكم تعلمون لعلكم تتفكرون كلها آيات تدعو إلى أعمال العقل لأن العقل عندما نعمله عملا صحيحا لا يتناقض مع النقل لا يتناقض مع الوحي وهذا هو المطلوب اليوم حتى ننشئ منظومة اجتماعية صالحة تؤسس ويكون هناك أشخاص صالحين وفي نفس الوقت أشخاص مصلحين طيب جدا الملتقى هذية بالشراكة بين جامعة الزيتون ومركز الزيتون العالمي للسلام وحوار الحضارات رابطة الوطنية المحافظة على القرآن الكريم المعهد العالي لأصول الدين بتونس المعهد العالي للحضارات الإسلامية بتونس أيضا نرجع معك دكتور سحبي بن منصور شنو ينجم يقدم اليوم الملتقى هذية ملتقى السلام وحوار الحضارات باستخدام تفسير القرآن الكريم شنو ينجم يقدم هو سؤال وجيه في الحقيقة لماذا؟ لأن نحن في هذه التنظيم الملتقى سينا لهذا قلنا مجموعة من الهيكل الرسمية الجامعية حتى وزارة شنو الدينية معنا الجمعياتية يعني تكامل الأدوار وتظافر الجهود من أجل خدمة البلاد والعباد كيفاش؟ مش بالشكل النظري إنما بالشكل الميداني التطبيقي قلنا شباب اللي شارك في المسابقة هذه وهما من حفظة كتاب الله فيهم التبيب فيهم المحامي فيهم المهندس فيهم الأستاذ وفيهم الطالب هذا يلزم نتعهدوهم بالمواصلة مش إحنا ثلاثة عناصر ركزنا عليه جانب محاضرات جانب ورشات وجانب مسابقات قلنا كيوف الملتقى أن نتعهدو من خلال ورشات أخرى ومحاضرات خارج الملتقى لأنه هذك بمثابة الشجرة التي لابد أن نتعهدها بالتجذيب والتهذيب وبالسقي إلى غيرك إلى أن تثمر إنسان حامل للقيام التونسية اللي هي القيمة العربية الإسلامية بروحها الزيتونية اللي هي شنية روح الزيتونية أول حاجة عنا أعمال العقل ثاني حاجة عنا منهج المسائل نتسائل وإحنا أراه المدونة الإمام صحنوني اللي خداها على الأسدية أسد بن الفرات هو سؤال جواب على ابن القاسم ثم عنا التسامح وعنا الوسطية وعنا التفتح وعنا الإسلامنا وديننا حياتنا ديما ننظر لها منظور بسيط لأن الإسلام هو بسيط في حد ذاته تبسيط المفاهيم تبسيط البعض أحسن أحنا ربطنا ديننا بمهبة الوحي بالمدينة المنورة الإمام مالك علش مالك إذن ما ربطنا هايشي بالشام اللي كانت عاصم تحكم سياسي في العصر الأموي أو ببغداد مثلا مش نقوله المذهب الحنفي أو المذهب الأوزاعي دونك أحنا في تونس ديما نحب السجاد ذهبي أو جسر ذهبي يربطنا بمهبة الوحي من أجل كل فكر هذيك المستهنير اللي بنينا به حضارة متقدمة ثم حبينا بعضنا أحنا هو اللي رأيه دين متاع محبة ثم دين أخلاق أحنا طور في الحق بلادات هتنطبقه أحنا اللي يخدم يقول وين يحب يوصل اللي يخدم في تونس طوي عطلوه لأنه لك أعداء العمل وأعداء النجاح ثم عنا برشة غيبة عنا برشة ناميمة عنا برشة فتنة ذلك وقعنا لابد أنه انتهر نفسنا بنفسنا من خلال الأمريكي عندهم الأمريكان الشعب متقدم لكن بيناتهم قواعد يقولوا علاقة بين رجل وزوجت ولا بين أصدقاء يقول ولا حتى زملاء في العمل يقولوا هات نضعوا قواعد بيناتنا احنا عنا قواعد اللي هي قواعد في القرآن لكن ما يتبقوا هاش وما يمشيوش عليها نحط بعضنا البعض على تطبيقها والإنسان مش معصوم احنا مناش ملايكة ولكن نحاول نخرج من الظلمات إلى النور نخرج من المشاعر السلبية إلى المشاعر الجبية من نخرج إلى منطقة التفائل والنور والمحبة ونشجع بعضنا على الخير ونقولوا لبعضنا زي داراو بهم جدا دكتور صاحبي اللي تحدثت عليها الكل وأنا موافقتك عليه دوك احنا بشار والبشار خطأون دوك اليوم ناس تغلط ناس ترتكب يعني حاجات معناتها مين المفروض ما تعملهاش القرآن هو وكأنه دستور زي ده هو معناتها في قواعد وفي أخلاقيات وفي أخلاق معناتها مين المفروض المسلم يحتدي بها لكن هات نشوفه اليوم الملتقة هذية كيف يمكن أن يساهم في أنه يعدل من الخطابات الموجودة اليوم خطابات الكراهية كيف يمكن أنه يعدل البوصلة زي ده متاع الأشخاص اللي تغلط ويرجحهم معناتها لقاعدة الاعتدال وغيره دوك نختم معاك سيمو حمد لمن المين هي الحاجة اللي تبشر بالخير سعى أنه هناك إيرادة إيرادة للتوجه في تجسيد القرآن على أرض الواقع وهذا ترجم بالمؤسسات الرائدة في تونس كجمعة الزيتونة والرابطة الوطنية للقرآن الكريم والمركز الزيتونة العالمي للسلام وحوار الحضارات تحت شراف وزارة الشؤون الدينية كلهم اجتمعوا على أنه لا يجب التأخر في تجسيد القرآن على الأرض الواقع لأنه من يعنيه اليوم هو نتيجة عدم توفر الإسقاط القرآن أو تجسيد على أرض الواقع لأنه الدنيا تأبى الفراغ فهذا الفراغ تجسد في مظهرين المظهر الأول هو عزوف الناس عن القرآن بالشكل العام تعبدا وتفعيلا على أرض الواقع والوجه الثاني هو استيراد ثقافة أخرى ثقافة عصبية ثقافة تطرف من الناحية الأخرى وثقافة تكفير فوجب علينا أن ندخل ونجعل المفهوم الوسطي الصحيح الله سبحانه وتعالي يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس وفي آية أخرى يقول زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي ونحن في بلاد الزيتون وفي بلاد الزيتون وعن علمائنا وعن المشايخ الكبار اللي تعهدنا أنه في كل دورة لأنه هذه تكون الدورة الأولى فما دورات أخرى في كل دورة باش يكون تكريم لثل من المشايخ اللي اللي خدموا القرآن الكريم واللي درسونا الفكر المستنير وإن شاء الله ننوفيهم جزء ولو بسيط جدا من الشيء اللي يقدموه مشكور جدا سي محمد المين الإمام دكتور صحبي بن منصور دونك الملتقى هذية ملتقى السلام وحوار الحضارات لتفسير القرآن وتنزيله على أرض الواقع بشي سي نهار لربعة 15 جوان تحديدا بجامعة الزيتونة بتونس شكرا لكم على الحضور معنا شرفتنا هذا الصباح نمشي ونواصلوا معاكم تقريبا لحدش واربعة الموعد الثقافي نتحطوا ثقافة نتحطوا فن نتحطوا أيضا أعمال كبيرة يقدموها فنانين اتوينسا وممثلين اتوينسا نخليكم مع أحلى نغام ثمانعو فضلو